السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم بكل خير أهلا وسهلا بكم في قناة قصص وحكايات قصة اليوم بعنوان دوء النهار والملك زنقار قصة مشوكة وممتعة أرجو أن تنال إعجابكم كان يا مكان في قديم الزمان وفي سالف العصر والأوان ولا يحلو الكلام إلا بذكر الرحمن والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام في قديم الزمان كان يحكم إحدى الأمصار ملك جبار اسمه زنقار وكان أهل البلاد يخافونه ويرهبونه حتى يخشى الواحد منهم أن يذكر اسم الملك في مجلس من المجالس كان زنقار يتفرد بحكم البلاد فلا يستشير أحدا ولا يستعين بأحد حتى في أصعب الأحوال وبرغم ذلك كانت له زوجة طيبة حكيمة تحب بلادها وشعبها وتحسن إليهم وتعدل بينهم كانت تحزن كلما رأت زوجها على هذا الظلم والجبروت فتسعى لنصرة المظلومين وتحاول جاهدة أن تخفف من قصوة قلب زوجها على هؤلاء فلا يرق قلبه ولا يلين وتنصحه فلا ينتصح بنصحها ولا يأخذ برأيها فكانت تتشاغل بأمور قصرها وإدارته وتدعو الله أن يمن عليها بمولود ينسيها حالها مع زوجها ومرت السنين ورزقها الله بمولودة جميلة صارت قرة عين لها كان زنكار يذهب في رحلات صيد بعيدة تجعله كثيرا عن أمور الحكم فكان يتغيب في تلك الرحلات لأيام طويلة عندئذ تجدها زوجته فرصة طيبة لتصلح من شؤون الدولة بقدر ما تستطيع وذات يوم خرج الملك كعادته في إحدى رحلاته يصحبه بعض من حراسه وجماعة من الفرسان وحدث أن رأى غزالا يبدو من بعيد فراح يطارده والغزال يبتعد ويبتعد حتى اختفى الملك بعيدا عن الأنظار وغاب بين الغابات انتهى النهار وبدأت الشمس تغيب في السماء بحث الحراس عن ملكهم فلم يروا له أثرا وصاروا يدورون بين الأشجار الكثيفة لعلهم يجدونه إلا أن الليل أقبل وحال دون ذلك ولما يأسوا قال حارس منهم لعل أجباح الغابة اختطفت مولاي رد آخر أيها الأحمق وهل تجرؤ الأجباح أن تختف مولانا زنقار الحاكم الجبار صار الجميع يتهامسون ويثرثرون ماذا لو كان الملك الآن بين أيدي الأجباح ورحوا يتخيلونه وهو يرتعد خوفا ويضحقون في هذه الآونة كان قائد الفرسان يفكر في مصير البلاد وكيف يكون الحال لو لم يظهر الملك وبماذا سيجيب قائد الفرسان الملك عندما تسأله عن سبب غياب زوجها صار القائد في الطريق مجغول البال بعدما أمر الجميع بالعودة إلى البلاد ومواجهة الأمر كان زنقار قابعا بين الأشجار الهائلة يرتعد من الخوف تفزعه الأصوات حوله فهذا زئير أسود وهذا عواء ذئاب فصار يسد أذنيه من الرعب مشى الملك في الغابة مضطربا يبحث هنا وهناك لعله يجد المخرج من هذا المأزق إلى أن رأى من بعيد منزلا صغيرا مشى إليه تتعثر قدمه من شدة الإعياء وترك الباب فظهر له صاحب الدار أخبره زنقار أنه هو الملك وأنه فقد طريقه إلى قصره اترب الرجل وحدث نفسه متعجبا أهذا بحق الملك زنقار الجبار طلب الحاكم من الرجل أن يسير معه في الحال ليرشده إلى طريق الخروج من الغابة ويصحبه إلى القصر لكن الرجل انفجر في البكاء وجث على رغبتيه قائلا أرجوك يا مولاي أمهلني حتى الصباح فإن زوجتي على وشك الوضع وليس معها غيري تلفت زنقار حوله فلم يرى أحدا في الدار إلا هذا الرجل وسمع صوت آنين خافت يصدر من زوجته في الداخل وتعجب في نفسه كيف يعيشان في هذا البيت الخشبي الذي يهتز من الريح الشديدة في الغابة لم يجد زنقار مفر من الانتظار حتى يطلع النهار فرح الرجل بموافقة الملك وأرشد ضيفه إلى الغرفة العليا ليقضي فيها ليلته سعد زنقار إلى حيث أشار الرجل لينال قسطا من الراحة إلا أن زنقار لم يغمض له جفن مر الوقت بطيئا حتى سمع بقاء المولود وبعده سمع بقاء صاحب الدار انتفد زنقار مندهشا وانتبه إلى وجود شق في أرضية الحجرة ولسوء أخلاقه نظر منه فرأى منه الرجل يبكي إلى جوار زوجته فعرف أنها ماتت بعد ولادتها لهذا المولود صار الطفل يصرخ والرجل يبكي فانزعج زنقار وشعر بالضيق فهم أن ينزل من غرفته لكنه رأى مشهدا عجيبا استوقفه ألصق عينيه بأرضية الحجرة فرأى ملاكا يحمل الطفل بين يديه ثم رأاه يسقي الطفل من كأس لولوية لا يعلم إن كان بها عسلا أم لبنا يا للعجب تحدث الملاك أيضا إلى الطفل سمعه زنقار يقول يا ضوء النهار اطمئن لن تبكي بعد الآن عرش البلاد ينتظرك وليس له غيرك لتكن أخلاقك أخلاق ملك عادل فاحكم بالعدل وأحسن إلى الناس ثم انصرف الملاك بعدما راح الطفل في فراشه اندهش زنقار وانطفض غادبا وصار يلف في الحجرة يفكر في حيلة يحتال بها على صاحب الدار ليأخذ هذا المولود العجيب انتظر الملك حتى أشركت الشمس ثم تظاهر بالإشفاق على المولود اثحم له بين يديه وضمه إلى صدره يقبل قائلا أيها المولود المسكين من يطعمك ويرعاك الآن ثم التفت إلى الأبي وقال في خبث لا تحزن سأأخذ الطفل أربيه وأحضر له المرادع والمربيات اطمئن أيها الرجل الطيب سأعامله كابن لي فلم يرزكن الله بالولد هذا والرجل ساكن فلم يكن قد أفاق بعض من صدمة فقده زوجته فقر الرجل في أنه لن يستطيع أن يأتي لولده بمن تردعه ولا أن يوفر له حياة طيبة وأن الملك يعرض عليه فرصة ذهبية ينجو بها ولده من الشقاء والفقر ولم يدري بما يجيب وبعض لحظات من التفكير استسلم الرجل لأمر الملك وخرج معه ليرشده إلى طريق الخروج من الغابة رافق الرجل الملك حتى مشارف الطريق إلى القصر ثم قبل ابنه وعاد غارقا في همومه وأحزانه حمل زنقار الطفل إلى القصر ثم طلب من خادمه أن يتخلص منه كان الخادم يخشى بطش الملك ويرتعد خوفا لكنه في الوقت نفسه كان رقيق القلب فلم يطاوعه قلبه إلا أن يضع الطفل في صندوق خشبي محكم ويلقي به في النهر ليلقى مصيره الذي كتبه الله له سار الصندوق مع طيار الماء ولا يعلم إلا الخالق طول المسافة التي قطعها الصندوق مر مركب صغير يحمل صيادا وزوجته فانتبه إلى الصندوق وتمني أن يكون به كنز لهما يغنيهما ويكفيهما قصوة الأيام التقط الصياد وزوجته الصندوق انبهر لما رأي ذلك الكائن الرائع الوديع وصاحت زوجته لما رأته ينبعث من وجهه الضوء أخذتهما الدهشة والفرحة حتى أنهما رقصا وهللا تعبيرا عما في قلبيهما من سعادة كبيرة فهذا رزقهما صاقه الله إليهما فلم يكن لهما بنت ولا ولد ولما رأت الزوجة النور الذي يدئ وجه الطفل قالت فليكن اسمه ضوء النهار ودعا الزوجان ربهما أن يعينهما على تربيته وأن تقر به أعينهما ويصير ابنا ضارا بهما مرة الأيام والأبوان يعملان على تربية الصبي وتنشئته تنشئة صالحة حتى شب كما تمنيه قوي البنية حسن التصرف حلو العشرة يحسن إلى القريب والبعيد كما كان مهذبا مع والديه متيعا لهما يعينهما على مشاكل حياة وكسب الرزق فزاد الخير وفاد وذات يوم بعد أن مرت الأيام والسنون وبلغ ضوء النهار الثماني عشرة سنة كان الملك في رحلة صيد من رحلاته ببلدة الصياد ويا لمشيئة الأقدار إذا بالملك يتوقف عند ضوء النهار الذي كان أمام كوخه يقف بالقرب من النهر فطلب منه الملك أن يسكي له جواده وبأدب شديد سقى الفتى جواد الملك دون أن يعرف أنه الملك عندئذ ظهر الزوجان واستقبل راكب الجواد بالترحاب فهو عابر سبيل وله حق عليهما فقدما له ما تيصر من سمك طيب الطعم وبينما كان الملك يستمتع بذلك الطعام اللذيذ سمع الصياد ينادي الفتى ضوء النهار حاول الملك أن يتذكر أين سمع بهذا الإسم إلا أنه لم يتذكر ويا للعجب مما حدث فما إن سأل الملك عن الفتى حتى أغبرته زوجة الصياد عن حكاياته وكيف أنهما وجداه في صندوق خشبي منذ سمانية عشر عاما وبينما كانت المرأة تتكلم لمح الملك زنكار خاتما أغضر مطبوعا على ظهر كف الفتى وفي الحال تذكر ما حدث في تلك الليلة البعيدة وكأنه حدث بالأمس وخطر على باله ما فعله الملاك مع المولود وكيف ختم ذلك الوشب الذي على ظهر كف الطفل اترب الزوجان لما رأي عبوس زنكار وسقوته الطويل بعدما حكت الزوجة حكاية ولدهما ضوء النهار ندمت الزوجة وصارت تؤنب نفسها على انفلات لسانها وتمنت أن ينصى الضيف الحكاية كلها ولما خشيت الزوجة على ولدها أبعدته عن مجلسهم فقد أصبح لها بماثابة الإبن حاول الزوجان جاهدين أن يجعل زنكار عن الحكاية إلا أن الملك راح في زمان غير الزمان ومكان غير المكان فقد وقع هذا الأمر عليه كالصاعقة وراح يتذكر كل ما كان ثم لعن في نفسه ذلك الخادم ونوى على قتله لعصيانه أمره تظاهر زنكار بالمرض وبأنه لا يستطيع العودة إلى قصره في ذلك الوقت ثم كتب رسالة إلى زوجته يقول فيها حامل هذه الرسالة عدون لي فاقتلوه ثم طلب من الفتى أن يوصل الرسالة إلى زوجته في القصر وبأمانة ضوء النهار التي اعتاد عليها حمل رسالة زنكار دون أن يفتحها ولم يحاول أن يعرف ما هو مقطوب بداخلها استعد الفتى للرحيل وودع والديه حزينا فهي المرة الأولى في حياته التي يفارقهما انطلق ضوء النهار بالرسالة سائرا على قدميه في طريق صعب تحمله بصبر وجلد وفي نهاية الطريق وجد نفسه في غابة كبيرة لا أول لها ولا آخر حتى أنه لم يعرف في أي اتجاه يسير هبت الليل وبدأ القلق يساوره فإذا به يسمع أنينا واستغاثة توجه ضوء النهار في حذر نحو مصدر الصوت فإذا برجل كبير السن ملقى على الأرض وقد انقصرت ساقه فأخذ يصرخ من شدة الألم وعلى الفور حمل ضوء النهار الرجل إلى كوخه وأراحه في فراشه ثم قام بإسعافه فضمد له جراحه وربط ساقه المقصورة بجبيرة فبدأ الألم يزول عنه شعر العجوز بامتنان نحو الفتى الطيب ودعاه لأن يقضي الليل عنده وأرشده إلى مكان الطعام والشراب أكل ضوء النهار وارتوى وبعد عناء يوم طويل نام ملأ عينيه أشرقت الشمس وغمرت الكون بنورها صحى ضوء النهار ويال دهشته إذ وجد نفسه غريبا وحيدا بين الأشجار مستلقيا في ظل شجارة كبيرة وتلفت حوله فلم يرى شيئا مما كان لا أثر للرجل ولا للقوخ وكأنه كان في حلم فاتش في ملابسه بسرعة عن الرسالة فاطمأن لما وجدها على حالها ثم قام يواصل سيره وصل ضوء النهار إلى القصر ولما حاول الدخول من البوابة التف حوله الحراس ومنعوه من الدخول ولما عرفوا القصة منه وأنه رسول الملك قادوه إلى زوجة الملك وفي قاعة العرش أغبرها بأنه يحمل رسالة الملك زنقار إليها فتحت الملكة الرسالة وقرأت حامل هذه الرسالة صاحب فضل كبير فزوجيه من ابنتنا فرحت الملكة لذلك ولم تتأخر عن تنفيذ رغبة الملك لأنها رأت من الفتى أدبا ظاهرا وحسنا باهرا وتصرفا لا يليق إلا بأمير أقامت الزوجة حفلا بهيجا يليق بابنة الملك واستمرت الاحتفالات سبعة أيام بلا يليها لا يأكل أحد ولا يشرب إلا من قصر الملك عاش ضوء النهار في القصر أميرا متوجا وفي وقت قصير كان قد نال حب زوجته وأمها وجميع من حوله لأخلاقه الحسنة ولما كان دوام الحال من المحال فقد عاد الملك إلى القصر ورأى ما رأى فغضب وتعجب حتى كاد يمسه الجنون وطلب من زوجته أن يرى بنفسه الرسالة التي كان قد أرسلها إليها ولما أعطته إياها اندهش وراح يحدث نفسه ما هذا؟ ماذا حدث؟ إن الخط هو نفس خطه ومكتوب بقلمه الملكي إلا أن الكلام قد اختلف يا له من أمر عجيب كيف حدث هذا؟ صار الملك يحدث نفسه كالمجنون من هول الموقف ولما أفاق من صدمته لم يدري ماذا يفعل مع سهره وصهر يفكر ويدبر ما سيفعله في أيامه القادمة بدأ زنقار يفتعل المضايقات بينه وبين ضوء النهار وفي يوم دخل الملك إليه قائلا إنك لم تدفع مهر ابنتي حتى الآن وأنا لن أرضى إلا بثلاث شعرات مسحورة من رأس أميرة الجبل سكت ضوء النهار وتساءل في نفسه عن تلك الأميرة التي لم يسمع عنها من قبل كانت زوجة ضوء النهار تسمع الحوار وتحيرت من مطلب والدها لأن الملك يعلم جيدا أنه مطلب صعب المنال وأنه ما ذهب أحد إلى تلك الأميرة إلا هلك والجدير بالذكر أنه لا يمكن لأحد مهما كان أن يحصل على تلك الشعرات المسحورة ولما جاء وقت رحيل ضوء النهار دعت الأميرة ربها أن ينجو زوجها الشاب من ذلك المصير الذي اختاره والدها ولم يكن أمامها إلا أن توصيه بنفسه وتحذره من مخاطر الطريق ثم ودعته باكية داعية بأن يعود إليها سالما انطلق ضوء النهار في رحلته وصورة زوجته الحبيبة لا تفارق خياله سأل أهل البلد عن أميرة الجبل وحكايتها وعن سر تلك الشعرات المسحورة ولأن الناس قد أحب الأمير حقوا له عن الأميرة وحكايتها وعن سر شعرها الذهبي المسحور وعرف منهم أن واحدة من شعرها يمكن أن تتحقق بها الأمنيات كما أخبروه أن الوصول إليها صعب وعسير لم يقدر عليه أحد ممن صبقوه رغم كل ما فيهم من قوة وعزيمة قال له أحدهم في بأس إن الحصول على شعرة مسحورة أمنية صعبة المنال وتحقيقها أمر محال ولما كان ضوء النهار صاحب عزيمة قوية وإسرار لم يثنيه ما سمع عن تحقيق مراده والبدء فورا في رحلته عندئذ تقدم إليه أحد الشيوخ المدينة وقال يبدو أنك مغامر شجاع وتحب زوجتك ابنة الطماع إذن استمع إلي جيدا إن أول تلقى الصعاب هو هذا النهر الذي أمامك وعليك أولا أن تشتازه بسلام ثم دع العجوز لدوء النهار أن يسر الله له المصار وقف دوء النهار على دفة النهر فوجد أمامه مركبا فنزل إليها تلفت حوله فلم يكن هناك إلا مركبيا واحدا فنداه ولما تحدث معه علم منه أنه هو الحارس الوحيد للنهر وأنه أيضا حارس لعشرين مركبا وهو وحده الذي يجوب النهر ذهابا وإيابا منذ سنين طويلة لا يعلم عددها فسأله ضوء النهار إن كان يمكنه الاستعانة بأحد على مشقة هذا العمل فأخبره أن الأمر ليس بيده لكنه بيد أميرة الجبل وحدها وأنه لا يستطيع أن يغبره بشيء أكثر من ذلك علم المراكبي حكاية صاحبه وأنه في طريقه إلى أميرة الجبل فحذره من المخاطر وطلب منه أن يحترس لنفسه ثم أوصاه بأن يذكر للأميرة حاله وأنه قد بلغ به التعب مبلغة وأن يسألها متى يأتي مراكبي غيره ليحرص المراكب العشرين تأكد ضوء النهار أن مهمة هذا الرجل صعبة بحق إذ كيف يحرص وحده كل هذه المراكب وشكر الله في نفسه فمن حسن حظه أن المراكبي كان قريبا من مكانه وإلا فكان عليه أن ينتظره في رحلة عودته بعد شهور طويلة عبر ضوء النهار النهر إلى الضفة الثانية فوجد نفسه في إحدى المدن وهناك وجد أهلها في حزن كبير سألهم عن سبب حزنهم أغبره أحد الرجال عن شجرتهم شجرة الخلود وأنها كانت تثمر ثمارا طيبة تشفي من كل ذاء إلا أنها جفت ولم تعد تثمر فانتشر المرض بين أهل المدينة عندئذ تقدمت سيدة وقالت إن أميرة الجبل وحدها تعرف سبب ذلك وأنهم أرسلوا إليها الرسل فما عاد منهم أحد علم الأهالي بحكاية الفتى المقدام وأنه في طريقه إلى أميرة الجبل فأوصوه على نفسه أولا ونصحوه بأن يحترس من مخاطر الطريق إليها حيث أنها تسكن الجبل الشمالي وعليه أولا أن يجتاز القرية المقابلة ثم أهدوه جوادا أصيلا امتطى ضوء النهار صهوة جواده الذي بدأ يقطع الطريق والحق يقال إنه لو لهذا الفرس الأسود القوي ما كان ليقدر على أن يشتاز هذا الطريق الوعر قطع ضوء النهار المسافات الطويلة حتى وجد أمامه القرية التي وصفها له الناس وهناك حكى له أهل القرية حكاية عجيبة عن عين الماء المسمى عين الحياة وعرف منهم أن هذه العين قد جف ماءها منذ شهور طويلة فعطشت الأرض والناس وجف الزرع والدرع وأوشك أهل القرية على الهلاك حكى الناس لضوء النهار عن سر هذه العين وأن من يشرب منها شربة كل يوم تدب فيه الحياة والصحة فلا يشيخ أبدا حزن الفتى لحال القرية وأهلها فجلس إليهم وحكى لهم حكايته وأنه قاصد الجبل الشمالي وحارسته الأميرة فأوصوه أن يعرف منها السبب في جفاف عين الماء لأنها وحدها التي تعرف السر في ذلك وأرسلوا معه دليلا ماهرا يرشده نحو الجبل الشمالي سار دوء النهار ورفيقه في أراضي كفار وخاض بحارا من الرمال بين السخور والأحجار وانقضت ساعات لا يعلمان عددها ولا زال الطريق أمامهما طويلا شعر الرفيقان بالإعياء الشديد وعند صخرة عالية أشار المرشد إلى صاحبه قائلا ها هو يا سيد الجبل الشمالي جبل الأميرة ذات الشعر المسحور اعذرني يا سيدي فأنا لا يمكنني مواصلة السير معك وسوف أنتذرك هنا فإن لم تعد قبل دخول الليل لا قدر الله سأعرف ما حدث لك وأعود من حيث أتيت اتفق الرجلين على اللقاء في الموعد المحدد وودع كلا منهما صاحبه بكى الرجل لفراق صاحبه ذوء النهار فصحبته حلوة وحديثه شائق وانتظر عودته في قلق بالغ بدأ ظوء النهار يتسلق الجبل الشمالي في عزيمة قوية جذب انتباهه منظر السخور التي كانت تتلألأ في ضوء الشمس وتبرق بألوان مختلفة ورائعة لم يرى لها مثيل وكلما صعد قطوة زاد بريق الأحجار وتلألأت السخور في جمال باهر هم ضوء النهار أن يأخذ بعضا منها إلا أنه تذكر مهمته وأنه ما جاء بسبب تلك الأحجار واكتفى فقط بأن يمتع ناظريه برؤية منظرها الخلاب كان الجبل شاهقا وضوء النهار يصابق الزمن فقد انقضى جزءا كبيرا من النهار حتى رأى في الجبل فتحة كبيرة كأنها بوابة لمغارة فدخل منها فإذا به أمام باب عال إن فتح أمامه دون أن يتركه فإذا بقصر رائع داخل الجبل أجمل بكثير من قصر الملك زنقار ولدهشته أن رأى أمامه الأميرة متكئة على عرشها المرصع بالأحجار والجواهر وبدى أن الأميرة كانت نائمة فتذكر ضوء النهار في الحال تحذيرات الناس له من أن يوكذها من غفوتها وإلا فلا أحد يعرف ما يمكن أن يحدث له سكن ضوء النهار في ركن لا يتحرق فيه إلا صدره الذي يعلو ويهبط بين شهيك وزفير مر وقت طويل اقتربت الشمس من المغيب وبدأ يقلق من أن يطول نوم الأميرة فيدخل الليل ويذهب صاحبه الدليل عائدا إلى القرية وبينما الذنون تلعب برأسه إذا بالأميرة طفيق وتنتبه لتجد ضوء النهار أمامها مليح الوجه يجلس في أدب وهدوء فسألته من يقول وماذا يريد أجابها قائلا أنا ضوء النهار ابن صياد من آخر البلاد وأريد معرفة سبب جفاف عين الماء قالت الأميرة إن العين يسدها دفضع عملاق إن خرج منها سيتضفق الماء من جديد ثم سألها عن سبب ذبول شجرة القلود وعدم إثمارها قالت الأميرة تحت الشجرة ثعبان ضخم يأكل في جذور الشجرة وإن تم قتله ستنم الجذور وتثمر الشجرة فرح ضوء النهار وشعر برد كبير لأنه سيعيد البهجة إلى أهل القريتين الطيبين ثم سأل الأميرة عن حكاية المراكبي والمراكب العشرين حكث الأميرة لضوء النهار أن ذلك المراكبي هو أحد القادمين إلى الجبل الطماعين الذين سمحوا لأنفسهم بأغذ ما ليس من حقهم رأوا بريق أحجار الجبل واللآلئ وإذا بهم يفعلون ما لم تفعله أنت فأخذوا يملؤون أوعيتهم ويحملونها فوق ركابهم وتنهدت الأميرة قائلة فكان عقابه أن يحرص النهر ويعيش مراكبيا ما تبقى له من عمره تساءل ضوء النهار عن مصير الآخرين من زائر الجبل فقالت الأميرة اليوم قد عفوت عنهم لأجل خاطرك وعظيم أخلاقك وسترى بنفسك صفقت الأميرة بيديها وإذا بثعابين ضغمة وضبادع عملاقة تخرج من جحورها وتسكن تحت قدمه فأشارت الأميرة إشارة معينة وفي الحال تحولت كل هذه الكائنات إلى رجال التفوا حول الأميرة يقبلون يديها عندئذ طلبت منهم أن يشكروا ضوء النهار لأنه لم يكن في مثل أخلاقهم ولم يضعف أمام باريك لآلئ وأغبرتهم أنها قد عفت عنهم وسمحت لهم بالعودة إلى بلادهم حدث هذا كله وسط فرحة الرجال الذين هللوا فرحين بينما كان ضوء النهار سعيدا أيما سعاد لأنه كان السبب في عدك هؤلاء الرجال وعودتهم إلى حياتهم وأهلهم بعد زمن طويل عندئذ سأل ضوء النهار الأميرة عن مصير المراكبي ومتى سيأتي غيره ويحرص المراكب العشرين ردت الأميرة لأجل خاطرك كل المراكبي أن يعطي المجداف لأول عابر للنهر انتبه ضوء النهار لكرس الشمس ورآه يكاد يختفي وراء الصحب وهم بالانصراف لكن الأميرة ابتسمت إليه وقالت يا ضوء النهار لقد قطعت مسافات طويلة وتحملت مشاك صعبة حتى تصل إلى هنا وحتى الآن لم أعرف بعد سبب مجيئك إلي كان ضوء النهار قد نسى مطلب الملك الصعب إذ انشغل بأمور كثيرة تنتهم حياة الناس اضطرب ولم يرد فقد خجل من أن يطلب من الأميرة طلبا خاصا به بأن يحصل على شعرات من شعرها المسحور بعد كل ما رآه من قرمها وعطفها هنا قالت الأميرة أما وأنك قد نسيت مطلبك الشخصي فهذا يدل على طيبتك وحبك للناس وإنك تؤثرهم على نفسك وهذه الأخلاق لا تكون إلا لملك عادل ولذا فأنا سأهديك شعرات الذهبية وعلى الفور نزعت الأميرة التاجة عن رأسها ثم أهدت لضوء النهار شعرات من رأسها قائلة هذه مكافأة لك وهذه الشعرات تحقق الأمنيات الطيبة فقط ولا يتحقق بها الشر أبدا وفي النهاية أوصت الأميرة الرجال بالعمل الجاد في قراهم وبلادهم وإلا حل عليهم عقابها شقر ضوء النهار الأميرة واستعد للرحيل قبل أن يتأخر على صاحبه هنا حمله كل الرجال على أعناقهم خارجين به من الجبل ركب الفتى الشجاع جواده وإذا بخيل تغطى سفح الجبل فأسرع إليها الرجال ليركبها ويبدأون طريق العودة في فرحة غامرة يتقدمهم ضوء النهار كالقائد المذفر وصل ضوء النهار ورفاقه إلى المكان المحدد فوجدوا الدليل يستعد للرحيل ولما رأى الرجل هذا الحشد من الفرسان اندهش لعودة ضوء النهار سالما واندهش أكثر لعودة كل هؤلاء الرجال ونجاتهم بعدما سمع عن هلاكهم جميعا فرح الرجل وبكى من فرحته وضم ضوء النهار إلى صدره يقبله وانضم إلى الجميع في طريق العودة انقضى الطريق الوعر بسرعة قضاه الرفاق في الحكايات المثيرة حول لقاء الفتى بالأميرة وراح الرجال يحكون الحكايات ويروون الروايات حول شجاعة ضوء النهار ودارت الحكايات على ألسنة الناس منها ما هو حقيقي ومنها ما هو من نزج خيالهم وصل ضوء النهار وأصحابه إلى مشارف القرية وهناك استقبله أهلها أفضل استقبال وراح ضوء النهار يغبرهم عن الضفدع العملاق الكامل في أعماق عين الحياة والتف الرجال حول العين يعملون بجد دون أن تضعف عزيمتهم حتى أخرجوا الضفدع منها فتضفك الماء رقراقا شرب منه أهل القرية وسقوا الأمير العظيم حمل الناس ضوء النهار على أعناقهم يهتفون بحياته يلفون به حول العين في سعادة كبيرة وفي نهاية النهار ودعه أهل القرية بعدما ملأ له وعاء من ذلك الماء الذي يشفي من كل ذاء غادر ضوء النهار القرية ليواصل رحلته إلى مدينة شجرة الخلود وهناك وجد أهلها ينتظرونه أيضا على أبواب المدينة ويستقبلونه بحفاوة وترحيب إذ وصلتهم الأغبار بقدومه ومعه الفرح الكبير أغبرهم ضوء النهار بأن تحت شجرة الخلود يقبع ثعبان ضخم يأكل جذورها مما يمنع نمو الشجرة وإثمارها وبدأ أهل المدينة على الفور في إسرار وهمة العمل على إخراج ذلك الثعبان حتى أخرجوه بعد عناء طويل وانقضوا عليه وأوسعوه ضربا حتى مات لتنمو في الحال جذورها وتعلو فروعها وتثمر الشجرة ثمارها الطيبة التي أكلوا منها وأطعموا ضوء النهار وهنا أخذ عليهم عهدا باستمرار العمل الجاد والإخلاص فيه بعدما ذهبت عنهم الأمراض ترك ضوء النهار أهل المدينة بين فرح وهناء ليواصل رحلة عودته في الطريق إلى زوجته ولما وصل لدفة النهر ركب مع المراكبي وأغبره أن الأميرة قد عفت عنه وأغبره بأمرها الذي يقضي بأن يعطي المجدافل أول عابر للنهر وصل ضوء النهار للقصر بعد رحلة شقاء طويلة وعلى أبواب القصر استقبله الملك زنقار فأعطاه ضوء النهار الشعرات المسهورة كما وعده ابتهج الملك زنقار وأعلن في الحال رضاءه عن زوج ابنته الأمير ضوء النهار لم يتك الملك الانتظار اذ طلب على الفور من الشعرات بأن تأتيه بشجرة الخلود من جزورها لتستقر في حديقة قصره انتظر ساعة إلا أن مطلبه لم يتحقق ثم أمرها بأن تنقل إليه العين الركراك عين الحياة لتتفجر في صحن القصر لكن الشعرات لم تستجب أيضا لما أمرها به انزعج زنقار وغضب وثار فقد شعر بأن زوج ابنته مخادع مقار صرخ الملك في ضوء النهار قاضفا إليه بالشعرات الوهمية لم لم ضوء النهار الشعرات في حين انطلق زنقار ممتتيا جواده قاصدا شجرة الخلود فهو ملك البلاد ومن حقه أن تكون تلك الشجرة في قصره ومن بين أملاكه حتى وصل إلى حافة النهر ليعبره عندئذ سلمه المراكبي المجداف وكما أكدت الأميرة اختفى المراكبي في الحال ووجد الملك نفسه يرتدي ثياب المراكبي اندهش الملك فعلم أن أميرة الجبل وحدها هي وراء ما حدث وسبحان مغير الأحوال اثار الملك حارسا للنهر في حين تولى ضوء النهار حكم البلاد ليحقم بالعدل بين الناس وتتحقق نبوءة الملاك إليه يوم مولده ولم ينس الأمير أبويه الذين قام بتربيته والعناية به فأرسل إليهما لينضم إليه ويفرح بقربه وراح الأمير يحقق أمنيات أهل البلاد وعاش مع زوجته حياة هانئة سعيدة وبكده تكون خلصت قصتنا النهاردة لو عجبتكم يريد تشتركوا في القناة وتفعالوا زر الجرس وما تنسوش تعملوا لايك وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وإلى اللقاء في قصة جديدة ترجمة نانسي قنقر